السلام للبناس كدهني اللي بس عليكم امركم مانية كل شيء بخير اعواشركم بروقة اليوم ان شاء الله قدي نوجد معكم تحلية ساهلة مالة واقتصادية غير مكلفة ندوزو المقادر وطريقة تحضير على بركة الله بالنسبة للمقادر اللي غنحتاجه في هات حلية عندي نستطر الحليب جوج بانانات عندي هنا سفوف كيمكن لك تعوضيه بالبيسكويت عندي شوكولات ميزينة ومع القصغيرة دي ساندة عندي جوج دي الضانيت دي الشوكولات كنناخد البانان كنديروه مع الحليب كنزيد المعرقة دي الساندة هنا غير معرقة صغيرة حينت عندنا صفوف حلو والبانانة هو حلو ضانيت وشوكولات حلوون كيمكن لك تعود لديك المعرقة دي الساندة بالتمر كنطحنوه مزيان البانان والحليب من بعد كنديروه في كاسرونة وكنزيدو عليه انشاء كنحركوهم مزيان وكنديروه فوق البوطة وكن مقاون نحركو في هالبنات ما تغفلوش عليه لغفلتو عليه غادي يلصق كناخد صفوف كنديروهم في هات الكويسات يمكن لكم تعود صفوف بالبيسكويت بالنسبة للبيسكويت انا كنفضل كوكيز صراحة كوكيز كيجينيزوين في التحليات نحن بعد ما كيعقاد الحليب والبانان بهتشكل وما يزينه كنخويف هات الكويسات نحاولو تديروه سخون ما تخليوه حتى يبرد البرد رغد يحقق من بعد كنديروه في تلاجة يبرد كيش تفراصه بهتشكل كندوزو نوجدو الطبقة الثالثة كناخد الشوكولات كندوبوه كندله في البماغي وندوبوه كنزيد عليها ضانيت دير الشوكولات كيمكن لك تستعملي ضانيت دير الكاراميل كنزيد عليهم صاشية دير فلون دير الكاراميل يعطيه واحد انك هزوينا كردوه للبماري ونحركوه مزيين مزيين حتى ينساج مولينا لانصير كاملة ومن بعد كنجي ونوزعوه فوق هاد الكويسات كيف ما كتشوفه معايا كيجي كيبري وكيجي في واحد انك هزوينا هادر يمكن لكم استعملوا حتى غلاسات للكيكاس كنوزعو العاشق فوق الكويسات ديونه بالتساوي باتشكل من بعد كنضيرو في التلاجة باش يشد فراسه وهنا البنعت كيف ما كنشوفه معايا من بعد ما تحليه كنتشد فراسه كنتعقد لنا الطبقة الثانية والثالثة به الشكل كنزينوهم كيبقى على الحصة بالرغبة انتي ولي بغيتي كنديروهم حتى كيبردو وكنا ناكلوهم بالصحة والراحة واحد الملاحظة البناتي لكنتو غدين تستعملوا كوكيز او اي بيسكوي اخر كتفضلون تومه كتطحنوه في الهاشوار او كتاخدو غير مدلك ولا كاس وكتدقوه في الكاغط ديالو من بعد كتزود لي واحد المحلقة هذه الزبدة ديبة وكتخلطوه باش يجي معلك وشد فراسه كنتم منر بناس فيديو اليومين الاعجاب ديالكم وتجربو هالتحلية لانها كتجي زوينة زوينة بزر ما كيشبهوش منها للكبار ولا الصغار وشكرا للتشجيع والدعم ديالكم ليا انطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة